ارادت صحيفة دي جوش بوس الاسرائيلية وصفه فقالت انه الملك ميداس لهذا العصر. الذي كلما لمس شيئا حوله لذهب. المؤثر الكبير وصانع للطرابات. غير دينه هربا من الهولوكوست. واشعل العالم باموال طائلة. اليد الخفية للانقلابات. والرجل الذي دمر بنوك كبرى وتلاعب في اسواق العملات كما يريد. انه جورج سوروس. يجب عليك ان تخشاه. هو ليس جورج سوروس بل جورج شفارتس. بهذا الاسم ولد الشهير جورج عام الف وتسعمائة وثلاثين لعائلة يهودية فقيرة في العاصمة الهنجرية. لكن العائلة اجبرت على تغيير لقبها عام ستة وثلاثين ليصبح الشروش. وخلال الهولوكوست اعلنت عن تغيير دينها. عام سبعة واربعين هاجرت العائلة الى بريطانيا. وهناك التحق جورج بمدرسة لندن للاقتصاد والعلوم السياسية. وخلال ذات الفترة عمل جورج بمختلف الاعمال البسيطة والشاقة. وذلك بسبب الاوضاع المالية السيئة للعائلة. حتى استقر على العمل كصراف للعملات. ونجح من خلال ما تحصل عليه من اموال. من استكمال دراسته في الفلسفة. وحصل على الدكتوراه فيها عام الف وتسعمائة واربعة وخمسين. فقرر بعد ذلك السفر الى نيويورك. وهذا ما حدث. وصل جورج لامريكا واول ما فعله هو تغيير اسمه. ليصبح جورج سوروس رسميا. ومع خمسمائة دولار كانت في جيبه عمل في مكتب لوالد احد اصدقائه. كان سمسارا للأوراق المالية. ومن تلك الخمسمائة دولار خرج سوروس من نيويورك ومعه اكثر من مئة مليون دولار كواحد من اغنياء العالم والنفذين فيه. وذلك بفضل طريقة التداول التي ابتدعها في عالم الاسواق المالية. وبالمبلغ الذي جناه قرر مزاحمة الاثرياء ليكون من بين الاكثر قوة في العالم. بعدما جن الملايين في الاسواق المالية لم يترك سوروس ذاك المجال بسرعة. ففي العام الف وتسعمائة وثمانية وثمانين. عرض عليه الانضمام لعملية استحواذ على البنك الفرنسي سوسيتي جنيرال. لكنه رفض بشكل سريع. بعدها بمدة قصيرة عاد واشترى حصصا في ذات البنك ما لفت الانظار حوله. اذ اتهمته محكمة فرنسية مع ثلاثين اخرين باستغلال اسرار داخلية اطلعوا عليها في صفقة شراء البنك. ليصدر حكم عليه بدفع مليوني دولار امريكي. الا انه نفى للدعاء واستأنف الحكم. مبررا ذلك بان عملية الاستحواذ كانت علنية. ولان بريطانيا كانت قد احتوته يوما ما. قرر سوروس ترك بصمده فيها لكن بطريقة سوداوية. ففي سبتمبر من العام الف وتسعمائة واثنين وتسعين. اتهم سورس بانه السبب في افلاس البنك المركزي الانجليزي. ففي لحظة ضعف مالي عشتها بريطانيا قررت الحكومة البريطانية تخفيض قيمة الجنيه الاسترليني. ليقوم سوروس ببيع مليارات الجنيهات التي كان يملكها. بعدها عادت الحكومة لتخفض سعر الجنيه. فعاد سوروس واشترى المليارات قبل ان يبيعها من جديد. ويكسب من خلالها مليار دولار في يوم واحد. وخسر البنك المركزي بسبب تلك المضاربة خمس مليار دولار. واطلق الانجليز اسم الاربعاء الاسود على ذلك اليوم. بسبب الخسارة التي اوقعهم بها جورج. بعدها بخمسة اعوام اتجه الى اسيا. فخلال الازمة الاقتصادية التي ضربت دول النمور الخمسة وادت لانهيار عملات الدول الاسيوية. اتهم سوروس من جديد بالمضاربة على تلك العملات. حيث اتهمه رئيس مجلس الوزراء الماليزي بانه استخدم ثروته ليعاقب منظمة الاسيان بعدما ضمت ميانمار لها. كما اطلقت عليه تايلاند لقب مجرم الحرب الاقتصادية. وخلال احدى زياراته للصين. قال عمدة بانكوك ان سوروس لا يشعر بالخجل وانه يستحق رصاصة في رأسه. كما اتهمه الرئيس التركي رجب طيب اردوغان عام الفين وثمانية عشر بالوقوف وراء انخفاض قيمة الليرة التركية المفاجئ. وانه ضارب على الليرة للتأثير على الانتخابات في البلاد. وكما كان له يد في الاسواق المالية لم يغب سوروس عن عالم السياسة. فقد تأثر جورج بفلسفة كارل بوبور لينشئ بذلك التأثير منظمة المجتمع المفتوح عام الف وتسعمائة وتسعة والسبعين. والتي اخذت اسمها من كتاب لكارل حمل اسم المجتمع المفتوح واعدائه. المنظمة تهدف بشكل رئيسي لمساعدة البلدان على الخروج من الاشتراكية. وذلك كله تحت غطاء الاعمال الخيرية. حيث تنتشر المنظمة في مائة وعشرين دولة حول العالم. وتخصص دعمها للاشخاص الذين يتعرضون للتمييز. ويسعون للحشد لتغيير انظمة الحكم. فكانت البداية من يوغزلافيا. حيث اتهم باشعال الثورة فيها. ثم اتهم بتدبير انقلاب في جورجيا. وجاء ذلك على لسان الرئيس ادوارد شيفرناتزا. حيث اكد ان سوروس وضع خطة كاملة لمستقبل جورجيا بالكامل. كما اتهم باشعال ثورات عدة منها ثورة التوليب في كرغستان. وثورة البرتقالية في اوكرانيا ومعها ثورة الميدان الاوروبي في ذات الدولة. والتي اعلن بنفسه ان منظمته كان لها دورا بارزا في تلك الاحداث. كما اتهم سوروس بالوقوف وراء ثورات الربيع العربي. ودعم اطراف الراديكالية في بعض الدول العربية. وفي العام الفين وثلاثة عشر اتهم اردوغان سوروس بدعم عثمان كافالا الذي قاد احتجاجات منتزه جايزي. واوقفت منظمة سوروس على اثر ذلك التصريح اعمالها في توركيا. ولان سوروس اشغل العالم كثيرا كان لابد ان يجمع كل التناقضات فيه. فمرة تجده يدعم الفلسطينيين واخرى يدعم اسرائيل وغيرها الكثير. ففي العام الفين وخمسة عشر انهت روسيا عمل منظمته في اراضيها وقالت انها كانت تعمل على تهديد الامن القومي الروسي. ثم نشرت قوات الدفاع الروسية وثائقة تؤكد تورط البنتكون ومؤسسة جورج والشركات امريكية متخصصة بالامراض الفتاكة بتمويل ابحاث فيروسية بالملايين. بعدها بمدة كشف عن المفاجأة. حيث اعد الباحث الاسرائيلي اتير اوفيني دراسة تقول ان سوروس يدعم اعداء اسرائيل وان بحوزته وثائق تظهر بانه تبرع باربعمائة الف دولار لمنظمة عدالة التي تعمل بمجال دعم حقوق الانسان الفلسطيني داخل اسرائيل. ومئة وخمسين الف دولار لمنظمة مدى الكرمل التي تعمل بالدعم القانوني لحماية الفلسطينيين داخل اسرائيل. ومئة وعشرة الاف لمنظمة مساواة. ومئة الف لمعهد ابحاث مولد. ومئة الف لمعهد ابحاث مولد. الناشط باجاد دعم جماهيري وسياسي ضد المستوطنات الاسرائيلية. والغريب ان ذات الدراسة ذكرت ان سوروس تعمد في ذات الفترة دعم منظمات اسرائيلية بالداخل والخارج بملايين الدولارات. وهو ما وصف بمحاولة للتغطية على اشعال الفتيل بين الطرفين. والتناقض الذي يحمله سوروس شخصيا حتى. اذ ان سوروس لديه مواقف معلنة يتهم فيها السياسة الامريكية والاسرائيلية بالتسبب بمظاهر معادات السامية. وخلال الربيع العربي قالت صحف غربية. ان سوروس اجتمع مع عدد من قادة الحركات الاسلامية في العالم العربي. وعلى رأسهم جماعة الاخوان المسلمين في مصر. وقال انه لا داعي للخوف الاسرائيلي من الاخوان المسلمين لانهم صاروا معتدلين. ومع هذا فعلى الجانب الاخر يعتبر سوروس من اشد الداعمين لزواج المثليين. وعلى الرغم من انه من اصول مجرية لكن المجر لم تغب عن خارطة اعمال جورج. حيث اتهمه رئيس وزراء المجر فيكتور اوربان وحزبه بانه يدير مؤامرة سرية لاغراق المجر بالمهاجرين. لكن سوروس نفى هو ومؤسسته. مع هذا لم تصدق الحكومة المجرية كلامه ومولت حملات اعلانية ضده. حملت عبارات. سوروس يرغب في جلب الملايين من افريقيا والشرق الاوسط. اوقف سوروس. دعونا لا نسمح لسوروس يضحك اخيرا. ومنذ سنوات طويلة قيل عن سوروس انه الحاكم الفعلي للولايات المتحدة خلال حكم الديمقراطيين. حيث دعم باراك اوباما في حملته الانتخابية ضد جورج بوش. لانه كان يسعى للاطاحة ببوش. فهو يدين سياسة بوش واتهمه بتعريض القيم والامن الامريكيين للخطر. وصرح قبل الانتخابات ان هدفه هزمة بوش. وقال ان حكومة بوش كانت تريد فرض ارادتها على العالم. وحاول من جديد امام دونالد ترامب بدعمه الديمقراطية هيلاري كلينتون. لكنه فاشل هذه المرة بهزيمة الجمهوريين. عام الفين وثمانية عشر. عثر على عبوة ناسفة. كانت قد ارسلت في طرد لسوروس. وجدت في صندوق البريد امام منزله لكنه لم يكن فيه وقتها. وبداخل الطرد. عثر مع العبوة الناسفة على صورته وعليها علامة اكس. وذات الطرد قد وصل اكثر من شخص من الحزب الديمقراطي منهم باراك اوباما وهيلاري كلينتون. اتهم سوروس بانه هو من لفق هذه الحادثة. وقام متظاهرون بحمل لافتات كتب عليها الاخبار الكاذبة القنابل الكاذبة. ونشرت صور لسوروس على الانترنت كتب عليها العالم ينتبه لفضائع جورج سوروس. لكن السلطات الامريكية علقت القبض على سيزر سايوك الذي اتهم بانه هو من قام بارسال المتفجرات. والذي كان يعمل بتوصيل البيتزا للمنازل بشاحنته المغطى بصور داعمة لترامب اثناء الانتخابات. واعترف سايوك بانه نفذ العملية بسبب معادات سوروس لترامب وحكم عليه لمدة عشرين عام. بعدها بمدة طرح سؤال على ترامب اذا ما كان هو الممول لقافلة الاف المهاجرين من هندراس الى الولايات المتحدة. والتي هددت سيطرة الحزب الجمهوري على الكونغرس. حينها قال ترامب ان الامر لن يكون مفاجئا. الكثيرون يقولون ذلك. واتهم سوروس بعدها بدعم حملة سرا لمنع خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي. لكنه خرج بنفسه لينفي ذاك الادعاء. لم يثبت يوما شيء على جورج سوروس سوى ضرب البنوك الانجليزية. لكنه مع كل حادثة يشهدها العالم تتجه الانظار اليه. فمع انطلاق الحرب الروسية الاوكرانية قال سوروس انها شرارة الحرب العالمية الثالثة. ومنذ ذلك الوقت ينتظر العالم انطلاق تلك الحرب. بالتأكيد ليكون سوروس هو المتهم الاول. اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة